في خضم التحركات السياسية الأخيرة التي تهدف للوصول إلى حل للأزمة الليبية أكد مجلس النواب أنه يتابع عن كثب إرهاصات استئناف الحوار لإنهاء الانقسام السياسي والوصول إلى حل يضمن وحدة ليبيا ويوفر الأمن والاستقرار وينهي حالة الحرب وفي بيان له اليوم أكد مجلس النواب على أن الأحاقية في التمثيل السياسي تعود للشعب الليبي ومكوناته ولدوائره الانتخابية ولا يجوز لأي جهة غير منتخبة ادعاء تمثيل الليبيين أو جزء منهم وأن هذا التمثيل حكر على مجلس النواب أو من يفوضه بذلك كما أكد المجلس على حرية الأفراد والجماعات في تشكيل مؤسسات المجتمع المدني وفقا للإعلان الدستوري والقوانين الليبية بحيث يكون نشاط هذه المؤسسات مطابقا لتلك القوانين ولا يتعارض مع عمل المؤسسات الرسمية للدولة وحذر مجلس النواب من مغبة السير في أي خطوة من شأنها تهديد كيان ووحدة الدولة الليبية وارتهان أي شبر من أرض ليبيا للإحتلال الأجنبي وإعادة المستعمري تحت مسميات جديدة وكشف المجلس عن أنه يتدارس قانونا يتم بمجبه اتخاذ إجراءات لمواجهة أي دولة أو هيئة أو منظمة إقليمية أو دولية تتعاطى أو تعترف بغير المؤسسات الرسمية للدولة وأوضح أن من بين تلك الإجراءات اتخاذ خطوات رادعة تجاه تلك الدول والمنظمات تصل إلى منع مزاولة النشاط بالنسبة للهيئات والحرمان من العقود والامتيازات بالنسبة للشركات الأجنبية وفي ختام بيانه أكد مجلس النواب حرصه على أن ينال جميع الليبيين حقوقهم في المشاركة السياسية وتقاسم الثروات ودعا إلى نبذ الفتن والانقسام واستنهاض روح الأخوة والعيش المشترك اشتركوا في القناة